أهلا بيكم في حلقة جديدة من الأهل خطة أحمر أهلا بيك يا وسامة أهلا بيك يا فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة زعيم القرى الأفريقية النادي الأهلي حلقة جديدة إن شاء الله من الأهل خطة أحمر كل سنة وجمهور النادي الأهلي بخير كل سنة وجمهور العشر ألقاب أفريقية بخير ولكن في 6 إبريل 2019 كان الكابتن محمود الخطيب في لوكاس موريبي شاهد على خسارة النادي الأهلي بخماسية من سنداونز اللحظة دي كانت بتفكرني بمقولة العظيم محمد علي كلي ليس من العيب أن تسقط أرضا ولكن من العيب أن تبقى كذلك النادي الأهلي مقبلش أن يبقى كذلك النادي الأهلي قدر يغير واقعه ومزي ما قال الشوالي سوف يندم سنداونز إلى يوم يبعثون لا ده كان بداية فتح باب جحيم على القرى الإفريقية اللي قدر النادي الأهلي يسأر من الجميع في سنداونز ونسختين والوداد والترجي ويتوج على حساب الزمالك وكايزر تشيفز وفعلا قدر النادي الأهلي ينهض وقدر النادي الأهلي يستعيد عرش أفريقيا بس كمان عشان نربط ده بواقعنا اللحنا فيه دلوقتي 24 يوليو 2019 وبعد شهور بسيطة جدا من هزيمة الخماسية كان النادي الأهلي بيحسم واحد من أهم الدوريات في تاريخه ده اللي اتعمل في موسم 54 وتعويض الست نقاط في موسم 96 وتعويض الست نقاط في موسم 97 وتعويض 11 نقطة في موسم 2011 وتعويض ست نقاط ده قدر البطل يقال ان النادي الأهلي كتب الدوري باسمه منذ بداية مهدو كل سنة وانتو طيبين وكل سنة والدوري في الجزيرة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر